فكرة الله اللي احنا بنتكلم عليه إله المكار الخداع اللي بيعمل دبلير أو بديل لرسول بتاعه علشان يخدع بيه الناس دي فكرة نقضها اللي موجود في كتاب المقدس طبعا حاشا لله إنه هو يكون بالشكل ده وأنا لا أقبل إني أعبد إله بالشكل ده كتاب المقدس بيقول يعني هقول أيتين واحدة في سفر التسنيع اتنين وتلاتين عدد أربعة هو الصخر الكامل صنيعه إن جميع سبله عدل إله أمانة لا جور فيه صديق وعادل هو يعني شوف الله وجماله عمل إزاي يعقوب بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله الله غير مجرب بالشرور الله غير مجرب بالشرور يعني الله ما بتجيش عليه أفكار شر الله ما عندهوش شر داخلي ما عندهوش فكر شر داخلي ضدنا علشان يخدعنا ويمكر يعني فكر مقر كده علشان يحاول أنه هو يعمل خديعة ويخدع بيها كل البشر طب مين المستفيد يعني لو أنت بتعبد إله زي كده لا لا لمصلحة من؟ يعني الإسلام أجابعت سبع تمنمئة سنة أوكي لكن لمصلحة من؟ ده مش لمصلحته هو شخصياً يا أنا بتكلم يعني كل هاي القرون والملايين اللي ماتت من أجلم اللي مصلحة مين؟ فإذا أنت قلت فيه أراء مختلفة بين المسلمين حول هذا المضوع بس واضحي لنا الفكرة أكتر الشبيه زي ما احنا قلنا أنه هو حط بديل لكن فيه نقطة تانية مهمة جداً وهي الجسد في فكرة الشبيه برضو فيه جسد بما أن فيه شبيه يبقى الشبيه ده مات طيب اللي مات ده هوت ليه جسد موجود ليه راحم ملاقوش جسد المسيح كانت المعضلة بتاعة الرؤساء الكهنة اليهود كانت تتحل بوجود جسد الشبيه في القبر لكن عدم وجود جسد الشبيه ده خلى رؤساء الكهنة مش قادرين يوقفوا المسيحيين عن التبشير واخترعوا كذبة أنه أنتوا قولوا أن التلاميذ أجوا بالليل ونحن نيام المفروض مش نيام العسكر الروماني اللي بيدرس القوانين الرومانية وبعدين إذا هن التلاميذ إذا هن نيام كيف عرفوا أنه التلاميذ اللي أجوا سرقوا وبعدين كيف بيصرق جسد اللي الكفن مازال موجود في القبر يعني فيه أسئلة كتير وأنا بقول يعني خسارة وللأسف نعم رد على أشياء اللي هي المفروض يعني أولاد مدارس الأحد بيعرفوا الأجوبة على هذا الموضوع لكن تفضل أخت رشان لكن في نقطة كمان كان ممكن رؤساء الكهنة يجيبوا أي جسد بما أن المسيح تعذب كتير جدا بعد الصليب يجيبوا أي جسد بعد ثلاثة أيام مثلا متحلل يقول لهم ده جسد المسيح لكن هم مقدروش يعملوا كده للمسيحيين أو للرسل والأتباع المسيح نتيجة أن المسيح نفسه ظهر المسيح ظهر أربعين يوم للتلاميذ مراراً عديدة وفي آخر مرة ظهر لخمسمائة شخص دفعة واحدة قبل صعوده للسماء العجيب والجميل والرائع أن الرسول بوليس بيقول أن الناس دول ما زالوا موجودين أنه ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باقي إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا يعني فيه كان في وقت كتابة رسالة كرونسوس كان ما زال فيه ناس من الخمسمائة على كيد الحياة دول عيانوا قيامة المسيح مش بس الرسل بقى وبنتكلم على الرسل أو التلاميذ المسيح اللي سرقوا ولا ما سرقوش لكن ده ظهر لخمسمائة شخص موجودين صدق الوحي أنه بوليس بقول والبعض رقدوا يعني ما فيش كوبي واحد بنسخ عن التاني يعني جزاك لكوبي الحاجة التانية أنا في الأسبوع اللي مضى حكيت أنه حتى مفهوم الصلب يعني واحد من الأدلة المهمة أنه كان الصلب مرفوض يعني في فكرة التلاميذ مش فاهمين فكرة الصلب فما عملش مصطرة على كل واحد بنفس الكوبي يعني نردد كلمات وترديدات لا لا يعني كون الحدث بيتناولوا الأربع بشائر في الإنجيل وكل واحد بيخذه من زاوية بيعطي العمق يعني والدراسة أنه كيف كل يعني واحد بقول لك ظهر لمريم بعدين ظهر للمريمات معنات فيه أكتر من ظهور يعني فبيحاولوا يلاقوا تناقضات اللي هي بس حط مع بعض بيطلع الجواب الكامل طبعا فكرة كمان حيك قلت على أنه ممكن يكون التلاميذ هما يعني بيدعوا أن التلاميذ هما الليكونوا سرقوا جسد المسيح طب لو التلاميذ كانوا سرقوا جسد المسيح كانوا بيبشروا ليه بقيامة المسيح يعني حمهم في نفس الوقت هي هالجثة يعني ابطل هذا الدعاء من التلميذ من أولها